السلام عليكم جميعاً يعطيكم العافية كيفكم شو الأخبار إن شاء الله أمركم تمام وعلى أفضل ما يرام أهلا وسهلا فيكم في المحاضرة السابعة من محاضرات مادة الإثيكس اللي رح نتكلم فيها عن موضوع الإثيكس and communication in do not resuscitate orders يعني فعلياً في هذا المحاضرة يا جماعة الخير resuscitate في البداية اسمها معناها الإنعاش ففي هذا المحاضرة رح نتكلم عن إيش الأخلاقيات وطرق التواصل في حالات إنه أنا بمنع فيها إنعاش شخص مصاب أو شخص معين موجود عندي في المستشفى تمام؟ في البداية يا جماعة الخير اللي نفرض إنه إنت عندك مريض في المستشفى بطل يقدر يتنفس وقلبه ووقف ينبض فبالتالي وهذا في المستشفى صار فإنت إيش المفروض إنك تعمل هل فعلياً يا جماعة الخير الإشي الستاندرد للرعاية الصحية إنك تروح تعمله CPR والCPR هو إنعاش القلب الرئوي إنه حيث إنك إنت بتعمل إنعاش بتحط إديك فوق بعض وبصير تضغط على صدر المريض تمام؟ حتى إنك تزيد نبضات أو تعمل القلب تحاكي نبض القلب فيصير في عندي ضخلة دم على جميع الأنهاء الجسم ما علينا هلأ في حالات إنه لما يتنقف نبض مريض أو يوقف يتنفس فإحنا بنعمل هاي CPR تمام؟ هذا في الحالات الطبيعية ما لم ما لم يعني ببساطة هذا الجملة اللي معناها كل ياته ما لم يمنع كمانعه تمام؟ وهذا المانع هو فعلياً رح نناقشه طول محاضرتنا ورح نشوف إيش لهذا المانع وإيش الأشياء اللي بتمنع لي إنه أنا أعمل CPR لشخص قاعد بنتموت في البداية يا جماعة الخير متى أنا نبدأ في موضوع محاضرتنا متى أنا بعملش CPR أو متى أمنع من عمل CPR فلين يا جماعة الخير كل المستشفيات عنده بوليسيس عنده سياسات بتوصف هذه الحالات حيث متى أنا بمنع CPR تمام؟ لكن في عندي بشكل عام في عندي حالتين أساسيات حتى أنه أنا أعمل withholding للسي بي أر إيش همو هذول الحالات اللي أنا بمنع فيهم إنه أعمل CPR أول شغل لما يكون CPR أنا بناء على خبرتي أنا كطبيب بقول إنه no medical benefit يعني medical fertility يعني إنه أنا ما في عندي فايدة حتى لو أعملت CPR لهذا المريض دائما عجتين ميت ميت تمام؟ يعني يا أخوان no medical fertility مقصود فيها إنه أنا لما يكون في عندي ما في فايدة حتى لو أعملت CPR أوكي؟ طيب جميل والحال الثاني من الحالات اللي أنا بمنع فيها CPR إنه أنا يا جمعة الخير لما يكون لبلايشنت نفسه حكاه لي لا تعمل لي CPR يعني إيجا قبل ما قبل ما يصير معاه الأزمة قلبية قبل ما يصير معاه هات التاك قبل ما يصير معاه أي إشي قل لك يا حجي أنا لو بتشوفني تموت تعمل لي CPR أوكي؟ فأنت بتقول له على عين وراسي خليك تموت بتشوفه ميت بترمي قدامك وهيك خلاقيات الطب مش عارف كيف المهم ما علينا فإيش بيحكي لك إذا أنا صار عندي لا تعمل لي إنعاش تمام؟ طيب جميل طيب إيش هم الحالات اللي أنا ما بيكون في عندي ميديكال بنيفت يعني إيش في حالات أنا ما بيكون في عندي ميديكال بنيفت حتى لو أعملت CPR هلا من الحالات اللي أنا لما يصير في عندي ميديكال بنيفت بتكون صفر عفوا الميديكال بنيفت البربابيليتي إنه تنجح هذه العملية مثلا أو يعني يصير في عندي بربابيليتي للسكسس في حالة للسي بي آر في حالات معينة بتوصل الصفر بالمئة يعني ما في حالة احتمالية أبدا إنه تنجح من لها ذول الحالات اللي هم سيبتيك شوك الأكيوت ستروك والميتاستاتيك كانسر والسيفير نيومونيا هذول الأربع حالات مهمات جدا مهمات جدا بيجيك سؤال بالمتحان وتشوف ذا فولوينج إزنت البرابيليتي للسكسس إزنت صفر بالمئة تمام بيجيك سؤال وبيجيك واحد من هذول وانت بيجيك الدعوب نال عليه طيب هلا فعليا طب هوا حكينا أنه صفر بالمئة هل ممكن تكون يعني يعني بتكون أكثر من صفر بالمئة لكن لسه يعني أنه أنا برضو نسبة نجاح كثير قليلة في نعم صحيح هلا في حالات في حالات في حالات في حالات في حالات نومية سبعين سنة تمام مهمسه أكبر من سبعين سنة amongst انه يجيك سؤال اكبر من ستين سنة تحت cancer أكبر من ستين لا أكبر من سبعين تمام طيب جمي في هذول الحالات في النوع في آية ايش بتكون عندي يعني هون الحالة مثلا في حال في حالة في حالة وовалيا اثنين بالمئةOR ثلاث aparerato هون أربع بالمئة إذا طلع من المستشفى. تمام؟ طيب جمي. هسا في ايش الحالات اللي بتواجهني في حالات اه في في باتجاه هذا الدي انا ار او ايش يعني الدي انا ار اللي هي نفس موضوع محاضرتنا. في حالات انه انا ما بدي اعمل انعاش المريض معين. ايش المشاكل اللي بتواجهني. بتواجه المريض او عفوا بتواجه الطبيب اول الشغلة. وبتواجه اللي هو اللي هم يعني اطباء او مساعدين الاطباء اللي هم ممرضين وعمال القبالة ويعني وغيره. في عندي ايضا الهيلثي الهيلثي بوليسي ميكر ايضا اللي هم مصانعين السياسات الطبية. هل فعليا بالنسبة للطبيب انا ايش بواجهني ايش المشاكل بتواجهني كطبيب. انه انا يعني لما اجي بدي اعمل قرار او بدي اتخذ قرار. انه ما بدي اعمل انعاش او شخص معين. ما في حد استشيره. يعني is not clear who is the one to be consulted. انا مش عارف مين استشير. تمام? not clear on who should be consulted before the dnr decision. زرتين. يعني بحكي لك نفس الاشي نفس ما احكيت لك. انه ما فيه اشي واضح انه انا مين بدي استشير اذا بدي اعمل decision انه ما بدي اعمل اه انعاش المريض معين. تمام? في حالات الميديكال فتليتي يعني ما في عندي نتيجة او يعني عقم طبي بالعربي يعني. اللي هو مقصود فيها مش عقم يعني عدم الانجاب. لكن المقصود فيها اللي هو انه اهتمالية النجاح صفر او قليلة جدا. اه فما في حد انه استشيره. هل انه يوافقني على انه اعمل ال dnr ولا مش ولا لا انه انا ايش اساوي. هلا في حالات ال house stuff and the nurse. فعليين هذولا يعني كونهم داوما داوما جنب المريض. وهم اصلا بيقدموا الرعاية الصحية. فيعني هم نوعا ما هم من الناس اللي يعني عليهم التزام وعليهم مسئولية انهم يعني هم اصلا بيقدموا dnr. يعني هم بيمنعوك او يعني انت كطبيب انت بس عليك تعطي الاوامر. هم اللي بنفذوا dnr. هم برضو اه يعني برضو عليهم يقوموا بواجبات بعلاجات اخرى. ماهنما يا جماعة الخير للهيلث كير بوليسي. الهيلث كير بوليسي للناس اللي بيعملوا القرارات الصحية بالمستشفى. هم بكونوا كنفيوز بكونوا هيك متشوشين مش عارفين شو بتهم يعملوا. لانه يا جماعة الخير هذول السياسات بختلفوا من مستشفى من مستشفى يعني انا مثلا مستشفى الملك المؤسس تكون من تختلف مثلا عن مستشفى ايدون. تختلف عن مستشفى بسمة. مستشفى بسمة مثلا. اه حسنا حالي قلت بسمة مرتين بس مش مشوكيلي. اه فبالتالي هذول الهيلث كير بوليسي مثلا. اه بكونوا كنفيوز عباوت دير انستركشن. عباوت دير انستيوشن بوليسي. عوال ايش السياسات اللي بتم يعملوها. تورد الدي ان ار. فبالتالي ليش هذا الاشي بيحدث. لانه كل مستشفى عنده اون بوليسي دي ان ار. تمام يا جماعة? جميل. هلا هذا الكم فيوزن مين لدي يوتو مثل ما حكينا هي اه يعني بتكون نتيجة لانه في عندي ايش اه في عندي فشل. لانه انا اكون عارف افصل اه كل دي ان ار ليش انا عملتها. يعني هس كمان شوي رح نتعرف انه الدي ان ار الها ثلاث اسباب اساسية او الها ثلاث مباررات. تمام? اللي هو نو ميديكال بنيفت. البور كواليتي اف لايف افتر سي بي ار. و البور كواليتي اف لايف افتر بفور سي بي ار. تمام? فانه انا اذا انا بفشل انه انا اصنف الدي ان ار ليش صنفتها بناء على الثلاث اسباب اللي حكيناهم هسه. فهذا الاشي بيعملي كونفيوجن على الهلت كير بوليسي. انه يعني هذا الاشي بيحكي لك بحكي لك. اذا انك انت عرفت مش عارف انك تحط اه تبوت كلييرلي والدريشيونال ايش سبب اندرلايينج السي بي ار او دي انا ار عفوان. فبالتالي هذا الاشي بيخليك بحالي من الكمفوجن. انت مش عارف معجوك. ايضا يا جمعة الخير انه دي كومفوجن كمز فرم. ويتش ايش العلاجات الاخرى اللي انا بدي اقدم اللي انا بدي اقدمها للمريض. او ايش العلاجات اللي لازم اوقف فتمام جماعة. فأه يعني بس اون نفس الاشي نفس ما حكيتون. هالسبب الثاني هون صراحة مش عارف اني حاسه احبت فبحكي لك انه يعني انك تقدر الاختلافات اه حول يعني اختلافاتهم يعني او مش عارف الاختلافات اللي هو اللي يعني تقدر المبررات حول انه ليش اختلفوا مش فاهم شو الهدف من هالفكرة بس خالص بصومه مثل ما هي يعني مش عارف شو هي صارها طيب خلونا نرجع على الريزنز اوف دي انا ار الريزنز اوف دي انا ار فعليا جماعة الخير اسباب الدي انا ار همو كلاتي انا امنع انعاش لمريض معين انا كطبيب امنع انعاش مريض معين فبالتالي ايش الاسباب اللي بتخليني انه انا امنع انعاش مريض معين اول اشي مريض نفسه او عائلته حكوا لي لا تعملوا سي بي ار عمره اكتبار من سبعين سنة بورو بروغنوسيز عنده متاستيك كانسر مثلا سيفير برين دامج عنده برضو هذا مثل ما حكينا عنده مرض خطيرة مثلا اكستريم سفرينج او ديسابيليتي ان كرونيكالي او ديرمينيلي الباشنط يعني بحكي لك انه اذا كان مريض يعني منتهي ماكي الهواب باخر حياته باخر عمره خلص المرض قضى عليه فبالتالي احنا ممكن انه ايش ما نعمل له سي بي ار نعمل دي انار يعني دي انار انه نمنع السي بي ار هلا في بعض الحالات اه تكون عندي التكلفة كثير غالية واحتمالية شفاء المريض كثير قليلة فهون فهون هذا الاشي بيعتمد على الفاينانشال ان بيرسونال ريليتد فاكتور يعني فعليا انه بيعتمد على على المصاري هذا هذا المريض معاه مصاري خلص ييدفع قد ما يدفع وفيش مشكلة اند بيرسونال ريليتد فاكتور يعني هل هذا بيعتمد على على الشخص نفسه على المريض نفسه هل هو بيحب يدفع وما يلاقي نتيجة فهذا برجع اشي برجع له وفعليا 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 اصباب هو حر يموت بعد اسبوع اللي بيموت اسه هو حر طيب جميل فاي بيحكي لك يعني بيحكي لك انه ماشي برغم انه وجود هلول الاسباب لكن هذا لا يدل على انه الطب خلص بصموم شي لا انا بدي يكون في عندي يعني يعني بكل حالات يعني مثلا يا جماعة الخير لنفرض 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 انه شخص عينه اه كبير بالعمر تمام اه هذا لا يعني انه كل شخص كبير بالعمر امنع عمله dnr او يعني امنع من اعمله cpr تمام فالادفانست ايج كود بي جستبايب الفاكتور يعني ممكن يكون اه شي مريض معين لكن هذا لا يعني انه انا اعمم على كل اي مريض كبير اي كبير بالعمر اقول له خلاص حبيبي الله يسلمك الله يموتك اه لا بان بصير اشي اتنام طيب جميل هلا اين شو مثري راشناز اللي احنا بناء عليهم نقدر نعمل dnr اه فبحكي لك اول اشي اللي هو no medical benefit انه انا ما في عندي اه استجاب او ما في عندي اه يعني فائدة طبية اثنين poor quality of life after cpr و poor quality of life before cpr يعني افرض انه انا عندي خط زمني قبل cpr كانت حالته مزرية وفبالتالي هذا عندي سبب انه اعمل dnr طب اذا كانت بعد cpr بتوقع انه تكون تصير حالته مزرية اكثر فانا برضو هون بعمل dnr طيب لنفرض انه ما كان في عندي medical benefit طب هون بعمل dnr اعني خلنا نجي ناقش التفاصيل تبعيته هلاش بحكي لك بحكي لك انه medical benefit او medical fatality هلا بحكي لك انه هون اكثر واحد اللي علاقة مين هو الطبي لانه بناء على خبرته بناء على قدراته بناء على العلم اللي اكتسبه فبقرر هل هذا المريض ممكن يستفيد ولا لا اذا قرر انه مش ممكن ابدا يستفيد فخلص هو بروح بكل المريض بحكي له او بحكي لعائلة المريض بحكي له خلص حبيبي احنا بنا نعملك dnr ما رح نعملك نعاش انك انت وضع بكم زري وحتى لو عملنا لك cpr ما رح تستفيد ابدا تمام فهونا فجأة يعني فعليا هنا خلص يعني بنتهي دور المريض فبقرر يقولك انه مش دور المريض يعني خلص انه المقصود انه يمكن المريض يموت لكن اذا كان في عنده امراض ثانية كمان شوي هذا الناقش النقطة لكن اذا كان عنده امراض ثانية مثلا عنده lung infection عنده نمونيا عنده والله مثلا هيمورويد مثلا عنده الله على سبيل المثال نكروسيز باصبع اجر الصغير انا ما الي علاقة انا الي علاقة هم بالcpr بالcardic arrest اذا كان السبب انه انا اعمل cpr هذا الاشي خلص انا بعمله dnr طبعا ال dnr هو يعتبر زي وصفي علاجي تمام يعتبر كوصفي علاجي خلص انا ما بعطيك cpr طب مثل ما حكيت الكل انا افرض انه شخص عنده نيمونيا هل بعالجه نيمونيا ولا ما بعالجه لا بعالجه اذا كان انا سببي انه انا ما اعمله cpr او اعمله dnr ما اعمله cpr اذا كان سببي انه انا حكمت والله يا هذا المريض ما بدي اعمله cpr لانه ما في medical benefit من cpr فانا وقته ما بعمله cpr لكن اذا كان عنده lung infection بروح بعالجه من lung infection طيب جميل وطبعا في شغلة ثاني هون بحكيلك انه خلنا نجي نشوف هون ايش بحكيلك بحكيلك physicians have no obligation to provide treatment that is no determinable demonstrable medical benefit يعني انا ما بقدم عناي صحية لمريض ماشي انا متأكد انه ما رح يكون عنده medical benefit نتيجة انه عملته cpr طبعا ال patient والعائلة تبعيته ما انتم رحق انه يسألوك انه اه والله لا بستفيد عادي انت بناء على خبرتك انت هنا القرار الوحيد لا اليك فقط العائلة ما بتدخل ولا المريض نفسه بتدخل بناء على خبرتك بناء على خبراتك انت بتحدد لان المرضى وعائلاتهم ليس لهم الحق بان يطلبوا العناية الصحية اللي ما عنده medical benefit بناء على وجهة نظرك تمام؟ the imagination of patients and their family تخيلاتهم او اقتراحاتهم انه اللي بتكون phytital treatment يعني ما الها medical benefit انت ما بتاخذها بعين الاعتبار وبتتحضها وتتحضها وبتقولهم حبايبي انا زلم كبير وفاهم شو بعمل حلو عني تمام؟ طبعا باسلوب ارقى يعني من هيك فبالتالي then بعدين يعني بيحكي لك if your knowledge tells you that the treatment is no benefit ما في عندك benefit من the treatment you are not obligated to provide it انت ما مش مدبر انك تعطيها حتى لو انه patient وعائلته حكوا لك بيستفيد يا دكتور مشان الله عادي تعالجه طيب هذا اول راشونال الراشونال الثاني مبدئيا ايش معنى راشونال؟ مبرر مبرر يعني ايش مبرر بيختلف عن reason يعني هو نفس المعنى تقريبا لكن بيختلف من حيث التعريف طيب مش معلوماتها معلومات جوجل poor quality of life after CPR يعني اذا انا بناء على خبراتي انا كطبيب حكيت انه والله بعد بعد CPR هذا المريض ما راح يقدر يمشي يا جماعة راح يكون عنده مثلا على سبيل المثال ايه الله مش عارف ايش يمكن مثلا على سبيل المثال بعد انه ما نعمله CPR مثلا يفقد اجريه مثلا يعني مش عارف كيف تصبت معي لكن انا افضل انه فقد اجريه فقد اجريه فهنا صار عنده unacceptable unacceptable life من طبعا مجهة نظر المريض وعائلته طبعا احنا هنا الان اه ماشي انا الي رأي ورأي مهم انا كطبيب لكن رأي المريض وعائلته هو اهم من رأي تمام فايش بيحكيلك كون بيحكيلك the quality of life of the patient after doing CPR and regain consciousness يعني برد ما انه يرجع يستعيد وعيه is poor هي كثير سيئة تمام فبتصير حيالته بعد CPR unacceptable من وجهة نظر المريض فبالتالي هذا بيحكيلك might be or little be no benefit to patient يعني ممكن يكون عندي ما في عندي فايدة للمريض يعني ممكن يكون بغيبوبة يمكن يكون في عندي والله انه benefits اقل من ايش من الخسائر يعني benefits اقل من الخسائر فبالتالي هنا بيكون عندي وجهة نظر المريض هي اهم ففعلية يا جماعة الخير the critical feature يعني هابا توقع ينسأل هون سؤال the critical feature is that the arrest or CPR او الكلاهما يعني the arrest او CPR او كلاهما يعني تغير من حياة المريض تغير من حياة المريض من شغله يعني مقبولة خفيفا الى واحدة والله مقبولة بشلم تمام فبالتالي هنا انا كطبيب بوضح هذا الاشي للمريض او عائلته وبناء على قرارهم انا بنفذ تمام فغالبا بيكون هذا المريض after the arrest might be incapacitated and be dreaded يعني يكون منتهي وقاعد في المستشفى وماكل هوا فبالتالي عنده حياة سيئة جدا تمام طبعا موجهة نظره اه فبيحكي لك انه اذا كانت حياته بعد CPR تمام اه يعني كثير سيئة او كثير رديئة اه فهذا الاشي بيفسر انه ليش اعمله DNR اوكي يعني خلص ليش بدي انقذ حياته خلص خليه موت احليح له مش فاهم شو المبدأ هذا صراحة فانا ضده كلياته بس يعني موجود في المحاضرة و و و يعني بناء على المريض و عائلته اذا حكى لك لا تعملي CPR يعني عملي DNR هذا بناء على المريض انا ما بتدخل انا بوضح لهم الحالة تمام؟ مثل ما حكى ذلك قبل شوي و و و يعني اذا كان منتهي مثل ما حكينا قبل شوي انه مثلا يكون عنده برين دامج مثلا او يكون عنده والله ايدز يكون عنده والله جماعة الخير هايبوتنشن يكون عمره كبير هذول الاسباب اللي حكيناهم فوق هون ما هو يكون عنده رين الفيديار هذول كلهم الاسباب جماعة الخير بناء عليهم بقرر اه تمام؟ فبحكي لك انه لما يكون البيشنط انكابيستيتيتد بدريدن من كومه يعني ما يكل هوا بالمستشفى فبالتالي فبالتالي يعني قبل ما انه يعني انه اعمله دي ان ار عفهم قبل ما اعمله سي بي ار حياته ما كله هو فبالتالي انا كطبيب كان انا كطبيب انا بقدر اعالجه انا بقدر اعمله يعني بعمله سي بي ار ما في عندي مشكلة لكن اذا كانوا عائلة المريض والمريض نفسه حكوني لا تعمل انا بقول لهم خلص عين وراسي انتو طلباتكو وامر ما بعمله سي بي ار تمام؟ فبعمله بروح بوصف له بحكي له انت لك دي ان ار يعني خلص ما رح نعالجك ما منعمل لك نعاش تمام؟ فهذا بحكي لك انه يعني بناءا على الحالة الطبية بناءا على حالته الطبية لانت ما شخصته الان ماشي وليس الحالة بعد الرسط يعني بعد ما انه صار في عنده الكاردكو يعني يعني بعد ما صار له الرسط تمام؟ بعد ما كاردك الرسط صار له ما علاقة انا قبل قبل الـ سي بي ار تمام؟ طبعا هذا الاشي بحكي لك The patient's life is judged by him or his family to be unacceptable يعني بناءا على رأي المريض وعائلته انه حياته الان مش كويسة فخلص عملو له دي ان ار وخلص سلامة سلمه فبناءا على حاجة المريض فكملخص يعني الثلاث عوامل هون من الرئيسي من اللي بيشتغل باساسي الاساسي هون الاثنين رأي المريض اهم من رأيك تمام؟ طيب جمي خلنا نحكي يا جماعة الخير عن الـ هذا الـ الـ لما نتكلم عن الـ فعليا يا جماعة الخير زمان زمان كان الـ يعمل الـ نعمل الـ في الامن نعمل الـ الـ الهدف من الـ الـ الهدف منه الرجل الذي يدحم أحطпон الرجل هو القيام بإمكانك يعني أنك أنت متوقع أنه يموت سنة الأن الرجل وهناه وقلت أنت بتعمل الرجل لكن إذا كنت توقع أنه سيموت لا، سيموت Though وقلت أنه سيموت يعني لا يفهم عندما ألاaneous على سي بيار لكن إذا كنت أنك أنت بشكل مفاجئ المريض حيث أنه سيبدو موت لكن إذن أنت مشعارك كان سيموت فأيش ، لم تعمل له أن تعمل الرجل مش متوقع انه بدي موت بتعمل و سي بيار رأسف لكن اذا انك متوقع انه راح يموت ما بتعمل و سي بيار هذا زمان كان فعليا اذا كان بطل تعرف بطل تعرف بطل تعرف بالتالي يا جماعة الخير ما في عندك سبب انك تعمل و سي بيار لكن يا جماعة الخير في بعض الحالات في بعض الحالات الناس اللي ماكلي هوا terminal ill and irreversible illness dnr could not be justified يعني انا يمكن يكون عندي مريض ماكلي هوا terminal ill irreversible illness خلص يعني على شف الموت لكن ما عملوا dnr ليش لانه قد يكون انه cpr not futile يعني في عندي ايش في عندي ولو امل بسيط انه تنجح ان تنجح cpr او انه تكون عندي the quality of life بعد او قبل الرست تكون acceptable تمام يعني بناء على وجهة نظر المريض يعني اه فبالتالي بناء على هذا الاشي يعني انه مش والله اي اي unexpected death خلص بعمله cpr واي expected death بعمله هاش cpr لا يعني بطل هذا هذا زمان هذا زمان قبل ما انه يصير فيه عندنا علم كويس الان لكن الان مثل ما حكيت لكو اذا انا بشوف هل عندي cpr ناجح ولا لا اذا ناجح فبعمل له cpr طب اذا مش ناجح ما بعمله cpr طب اذا كان the quality of life بناء على وجهة نظر المريض قبل او بعد cpr كويسة خلص بعمله cpr اذا مش كويس ما بعمله cpr اوكي طيب جميل بحكي لك بحكي لك دي ان ار ولا ما اعمله فاذا انك انت ما بتقدر انك تفسر دي ان ار خلص بس لانه مش جرد انه ماكي هو ماكي وقاعد في المستشفى تيرمينا للا يعني لانه هذا اشي بختلف بين الناس يمكن تكون مستوى حياته بعد مستوى حياته بعد العملية تكون تعجبه اكثر من قبل العملية ماشي او تعمل يعني ممكن انك تشوف حياته او ممكن هو يشوف حياته بالله او جيت نظره انه والله مثلا عنده بس خمس سيارات فخلص موتني انا ما بقدرش استعمل مثلا يعني سبيل المثال فبالتالي يا جماعة الخير بحيث انه تزنط بير فورم جسد ان كيسس او انكسبكتد ديث يعني انا ما بس بطبقه في حالات الاكسبكتد ديث مثل ما كانوا يعملوا زمان لكن انه انا سواب بقدر انه انا اذا كان في عندي نوميديكال فتاليتي ماشي ما في عندي ميديكال فتاليتي اه لما يكون في عند البيشانت سيزيز لايف اكسبتابل بفور او افتر السي بي ار هذول كلهم انا بقدر انه انا احطهم بناء على بناء عليهم بقدر احكم على الدي ان ار الاقدر اعمل ولا لا لكن بالرغم هذا كلياته ترمينا للبيشانت ماي جيفن دي ان ار اوردر يعني عادي ممكن انا اعطي ترمينا للبيشانت وعطي دي ان ار وممكن ما اعطيهوش يعني ما في مشكلة طيب خلينا نجي نفرق بين الثري راشنالز بناء على الريلاتيف او بناء على الريليفانس اوف دي بيشانس باليو بناء على يعني ايش بيقيمه المريض او بناء على الجنرالايزيشن او تو اثر تريتمنت اوبشنز يعني هل انا بقدر اعمم الدي ان ار على اه يعني امنع بقدر امنع اه علاجات اخرى عن المريض غير السي بي ار طيب خلونا نشوف الان هل فعليه اجمعت الخير لنفرض 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 انه اجاك شخص على المستشفى او مريض على المستشفى اه وكتبت له دي ان ار قلو كان يعني نتيجة انه عنده كاردك ارست مثلا اه وكان عنده نيمونيا تمام كان عنده نيمونيا كان عنده لنج انفكشن كان عنده نيكروسيز بصبع لجل الصغير هل بتعالجوا ولا لا بتعالجوا من هذا السبب او من هالج المد بتعالجوا من هذه النيمونيا ولا لا طيب هل هذا منجاوبه بناء على شغلتين انت ايش سببك انك انت كتبت له دي ان ار اذا انك انت كتبت لهذا المريض دي ان ار لانه كان عنده كاردك ارست فهل اللي بتمنع علاج النيمونيا ولا عادي بتعالج النيمونيا هلأ بتعالج النيمونيا في حالتين اذا كان قرارك للدي ان ار مبني على اول توراشنال اللي همو نوميديكال فيتليتي ماشي نوميديكال فيتليتي او انه بور كونسيكوانسيز افثر سي بي ار اوكي اذا كان انك انت متوقع بعد السي بي ار حتكون عنده بور كواليتي اوف لايف او ما في عندي ميديكال اه ميديكال بنيفت فبناء عليهم انت قرر تعمل دي ان ار فانت ايش خلص ما بتعمل ما بتعمل سي بي ار لكن بتروح بتعالج الاثر اه لافتريتينج افنس يعني مثل لنج انفكشن بتروح بتعالجوا تمام اه فا اي هاف تو تريعه اي اه 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 هم اذا اي انا في اعالجوا تمام لكن اذا كان بناءا علي الثيرد راشونال اللي هو انه بور كواليتي اوف لايف بور السي بي ار فو قلت لا انا ما بقدر ما بعالجوا لا 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 بعملوا سي بي ار ولا بعملوا علاج من اللنج انفكشن خلص يعاني بتركوا حرفيا بتركوا فايش بحكي لك كون اصلا بحكي لك انه يعني بحكي لك خلص حجي خلص دكتور انا بقدر بطلت اقدر اعيش انا حياتي متدمره انا زلمي عندي ايبلبسي انا زلمي عندي هالسكاردك الرست لا تعمل لي سي بي ار انا لا تعالجني انا عندي كمان نيمونيا لا تعالجني انا يا دكتور انا مريض وتعبان فخليني اموت ارياح طبعا هذا الاشي بتعارض مع ديننا بتعارض معنا مش عارف كيف يدخل في الاشياء هاي لكن ايثنك انه هذا مش اشي كويس مش عارف يعني خلص مثل ما بدتم عين وراسي اه بحكي لك انه therefore the same logic that support the dnr also support any other life prolonging measure مثلا انفكشن والفراجتر ومتعه استطاة الكانسر واي اشي تمام تمام يا جماعة ف it is not limited to cardiac arrest في حالات third rational ال dnr مش بس للكارتكار it is generalized for other treatment options تمام هنا نفس الاشي هون بحكي لك انه patient relevance value بناء على هل انا المريض هل انا المريض اه يعني الو علاقة او بتدخل بصنع القرار اذا كان بناء على non medical benefit ما الو علاقة بانا بس بحكي له انت انا ما في ما في medical benefit انك تعمل CPR فما في عندك انك انك تقعد يعني تقعد تقول لي عالجني ومش عالجني تمام انت ما اليك علاقة انت كمريض ما اليك علاقة بناء على لما يكون عندي dnr بناء على لكن متى بيكون اليك علاقة بكون اليك علاقة اذا كان ال poor quality of life after CPR او before CPR طيب هل انا بطبقه على ال other treatments بطبقه على ال other treatments يعني ال dnr اتخاذي لل dnr بطبقه على ال other treatments بطبقه على ال other treatments فقط في حالة ايش الثيرد الثيرد راشونال اللي هو ال quality of life before CPR لكن في حالتين الاولانيات انا ما بطبقه تمام انا ما بطبقه خلص اذا كان عنده مثلا اعمل dnr بناء على no medical benefit مثل ما حكيت لكم فوق اذا عملت قراري بناء على no medical benefit فيجمعت الخير انا او كان عند المريض هذا lung infection بروح بعاجه من lung infection طب اذا كان اخذت قرار dnr بناء على انه الله عنده poor quality of life after CPR تمام لكن كان دي نيمونيا بروح بعاجه من النيمونيا ما في مشكلة تمام لكن اذا كان اتخذت قرار dnr بناء على انه حالته قبل CPR كانت موزرية او poor quality of life before CPR فانا بروح بعمل له ايش بعمل له treatment اوكي عادي ما بعمل عفون دقيقة شوية ما بروح بعمل له treatment لأي مرض وكان عنده lung infection ما بعمل له علاج خلص بتركه برميه بزبالة انه خلص فضل الموت على الحياة اه هون طبعا بهذا الجدول يعني اعادة بس لاشحكي شرحت لكم اياهون يعني بس بالبساطة طيب خلنا نتكلم الان عن communication with patients ايش في حالات and families في حالات انه انا بدي اخذ CPR او DNR اي ببساطة جماعة الخير انا ما بقدر اخذ قرار انه اعمل DNR بدون ما اخبر العيادة يعني خلص ويا مش لها الدرجة ومؤجر كرشي يعني بروح برغم عادي تمام اه لكن اذا كان الوردر بنائا على مديها فبالتالي انا لازم احكي لهم يا جماعة الخير انا زلمة دكتور قريت 17000 سنة وبنائا على خبرتهاي بحكي لكم انه ما راح يستفيد على التلوع من الوصف فبالتالي انا لازم افهمهم واصلهم المعلومات بشكل كويس عشان ما يكترونيونش يعني يعني لازم انا افهمهم بشكل امن الي ولا الهم وافهمهم الموضوع انه يا جماعة الخير حتى لو بنائا يعني حتى لو عمنا الوصف والله ما راح يستفيد الله ما راح يستفيد فانتو اشعروا علينا خلص الموت نطعنه بسكيني ولا لا يعني بحكي لك انه الان انك توصل لهم العلومات بشكل هذا لا يعني فقط انك انت يعني ايش بعملي يعني يا جماعة الخير انه لكن لا يعني فقط هذا يعني انك انت تخبرهم وبعني ايضا انك انك تتواصل معاهم وتخليهم يفهموا كامل التفاصيل ماشي عن حالة المريض وايضا يعني تشرح لهم تشرح لهم انه سي بي ار ما يلو فائدة تمام يا جماعة فاندر نو سيركمستانسز الفيزيشن شد بي رود اند اجنور ذوشيز اف بيشن ان ذير فاميلي يعني بحكي لك انه في بعض الحالات الطبيب يعني بده يدعس على قلبه شوي ويحكي له ويتجاهل كل اشي بتعلق بانه ايش اماني المدقيض هذا هل بده هو حبي اذا العايش لكن سي بي ار بزبطش وحتى عائلته في انه انا اعمل له لكن الطبيب لازم يروح يعمل فير ذر دسكشن فير ذر دسكشن ويقنعهم ويناقشهم في هذا الموضوع طيب جميع هل يجمعت الخير ذا دي بيت هير يعني في عندي هون شغلة انه الفيزيشنز يعني بيكون في عندي انا في عندي الدسجن باي الفيزيشن هو الدوميننت هون يعني انا ما في عندي دور للسلف ديتيرميناشن من خلال البايشنت يعني انا ما بتطلع على ايش رغبات المريض تمام السلف ديتيرميناشن هاز نو بليس في اذا كان قراري بناءا على طيب اذا كان قراري بناءا على كواليتي اوف لايف بفور او افتر سي بي ار فعليا نجمة الخير هون الدي ار بيحتاج موافقة المريض مريض والعائلة تبعيته لكن هون كنت انا اطبقه بناءا على خبرتي يعني عادي انا ماشي اوكي بخبرهم لكن خلص بعد ما فات الفوت يعني خلص فات الاوان بحكوهم بخبرهم وقاضي على المريض ماشي ايه استغفالله عظيم حاس حالي كلبه قعد بقدر على الأشياء لكن مش مشكلة هير في يعني بحكي لك هير وي كانت رائد دي ار 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 در وذوت بيرمشن الف بيشنت يعني انا لازم بحكي للمريض واحكي لعائلته انه بدعملكو دي ار وخلص المريض هذا ما راح نعمل له نعاش تمام اه اتز انابروبريت تتراي تبريس اه تبريسيديو اه اه تؤجري دي ار ار يعني بحكي لك مشي كويس انك تقنعهم انك اه خلص لازم تعملوا دي ار اوكي يعني عدم نواخذ الفرط بدتم يكتبوا وصيه الزلمة يعني اه يعني الان اخر اشي communication among the physicians and the staff يعني بحكي لك انه دي ار order could be potential source of misunderstanding among the hospital staff يعني ممكن يكون هو مصدر من عدم الفهم بين جميع لانه فعلايا هو انت بناء على ايش بدك تعملوا دي ار شو السبب حدد الاسباب انا بكون معك تمام لان بحدد لي ايش الراشنال انت بناء عليه خذت قرار انك تعمل دي ار لهذا المريض تمام فيا فرضي جماعة الخير كيس سيناريو انه في عندك والله مريضة عمرها كبير هذي اول شغلة كيس اول لدي هذي واحدة اثنين انه انت جلطات كثيرة انت دي ار اوكي هاد بي هاد بي دي دي بريليتد هسا في عندي في عندي بالقلب تمام فعملناها يعني عالجناها من الفيبريليشن اه اوكي اريثمية تمام اوكي ما كان عندك اريثمية انت جلطات كثير يعني بوري كوالي تبعيد تبعيد لايف لكوالي تبعيد شوي سيئ يعني مش كثير كويسة عندها دي ار ريكوست يعني ايش دي ار ريكوست يعني هي طلبت انه يصر نعمل لها دي ار ما نعمل لها سي بي ار خلص تمام اه فبالتال لكن لكن اعملنا لها دي فبريليشن من الكارديكاريثمية يعني كان عندها عدم انتظام في دقات القلب وعملنا لها دي فبريليشن هلا نتيجة لهذا الاشي الفاميلي اند البيشنت يعني المريض وعائلته كانوا معصبين تمام انه ليش احنا عملنا لكم طلب لد دي ار وعملتوا لي دي فبريليشن تمام اه فشو ليش عملتوا دي فبريليشن ليش عملتوا دي فبريليشن وانا حكي لكم اعملوا دي ار طيب اللي هون انقسم ال 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 منهم ما هو مؤيد ومنهم ما هو معارض هلا فعليا حتى انه نحل هذا الاشي فلازم احنا نحدد شغله نجاوب على شغله هل الاريثمية هي عبارة عن جزء من الكارديكاريثمية لا بحكيلك كارديكاريثمية وليست كارديكاريست فهي ليست نفس الاشي ثاني شغله هل الفيبرلوشن انه انا عالجتها من الاريثمية هل انا عالجتها من الى الاريثمية هي نفس انه عالجتها من او عملت ال طلبة دي انار لكوست ليش هي طلبة الدي انار هلأ او يعني او بناء على انه ليش يعني صار في عندي دي انار حلو هلأ بيجي على السبب اللي خلى الدكتور الدكتور هذا يحط الدي انار هاي هل اخذها بناء على الناو ميديكال بنيفت من ال سي بي ار ولا بناء على انه كواليتي اوف لايف افتر رسوسيتيشن بور بيختلف بيختلف لانه هون بيصير في عندي دخل بانه هل انا بعالج من الامراض الثاني ولا لا تمام فهون احنا اتفقنا انه الارثمية هي ليست بارت من الكارديك ارست فبالتالي يا جماعة ها شوفوا ركزوا معي اذا كانت الارثمية ليست بارت من الكارديك ارست تمام هذا الاشي منتفقين عليه الان معناته بعامل الارثمية عاساس انها ايش عاساس انها مرض نيمونيا مثلون بالتالي اذا كان قراري لدي ان ار بانه انا على النومي ديكال بنيفت فالارثمية هي ليست بارت من الكارديك ارست فبالتالي يا جماعة الخير انا اه بابع عادي بروح بعالجها لانها مثل نيمونيا بروح بعالجها عادي تمام لازم انا عالج الديفابرل لازم اعالج الارثمية فبروح بعمل الديفابرل اوكي طيب جميل طيب اذا كان قرار الدي ان ار بناء على انه افتر ريسسسيتيشن اه افتر ريسسيتيشن البرور كوليتي اف لايث اجل الارثمية ليست كارديكي ارست فبالتالي انا لازم اروح اعالج الارثمية فبروح بعمل الديفابرلل تمام طيب جميل بب Bj Esckus بهذول الحلتين بذول الحالتين احنا اه اخذنا قرارنا على اساس انه هذا مرض عادي مرض ثاني ما الا علاقة بالكارديكي ار ريسس فروح نعالجنا طيب جماع جميل الان لو كان قرار مأخوذ الدي ان ار بناء على بور الbird بوري كوليتي of life before بفور ال dir هل انا بعمل 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 دي ان ار لكن الـ DNR بمتد نشاطه على أو بمتد تأثيره على كل الأمراض الموجودة عند المريض سواء Cardiac Arrest ولا مش Cardiac Arrest تمام؟ فهونا أنا لازم إن كان قراري بناءً على الـ DNR بناءً أنه حياة المريض قبل الـ Attack قبل الـ Card قبل الـ قبل الـ شو اسمه؟ قبل الـ CPR أو قبل يعني حياته قبل بناءً على الثرير 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 كان قراري بناءً على الـ DNR بناءً على هذا الراشنال فمعناته أنا استخدامي للـ Defibrillation عشان أعارجي الأرثمية خلط أوكي؟ بجميل إن هو نفس الموضوع بدور نفس الموضوع خلل نيجع على آخر موضوع اللي هو الـ Hospital Policy بحكي لك إنه في عندي بعض الـ DNR policies have been proposed in hospital يعني بحكي لك إنه في عندي بعض الـ Policies موجودات في المستشفيات لكن فعلياً نادر ما إنه حد يقرأ من الطباء إنه شو الـ Policies هذول؟ يعني حتى بتقدروا تقرأوا هذي هون حقاها الدكتور في آخر المحاضرة يعني بحكي لك إذا كان الـ DNR order دقيقة شوي على جميلات الخير هون أنا يعني قاعدين إحنا بنشوف Hospital Policy بناء على الـ CPR يعني مش كثير هذا الموضوع يعني أهمية اللي بيجع لي أسئلة الموجودة فوق يعني صراح صدقاً هذا الموضوع غريب شوي لكن بحكي لك إنه الـ DNR policies have been proposed in hospital such as يعني بحكي لك إنه هي منشورة في المستشفى في المستشفى مثل إنه الـ DNR order أمر الـ DNR لازم إنه ما يكون يعني have no implication on other treatments يعني ما إلو تأثير على أي other treatment غير الـ CPR على عكس اللي إحنا بنحكيه فوق تمام الـ DNR forms with a list of other optional treatments يعني بحكي لك إنه إذا بدك تعمل DNR فإنك أنت بدك تحط جموعة من الخيارات جموعة من العلاجات بجنب الـ CPR تمام يا جماعة؟ فبيحكي لك إنه إذا نجعل الأولى إذا كان الـ DNR أمر الـ DNR ما إلو تأثير على الـ other treatments تمام؟ يعني فهونا إحنا لازم إنه إحنا خلص إحنا one of the three one of the three rationale يعني بحكي لك إنه because one of the three of the rationale for DNR that is used the most يعني اللي بتستخدم بكثرة does have an implication for other treatments لأنه وحدة هي إلها تأثير على الـ other treatments and the hospital staff tend to take the DNR order and generalize it to other treatments يعني بيحكي لك إنه خلص أغلب الـ الـ staff أغلب الطاقم الطبي خلص بأخذ أمر الـ DNR وبيعمموا على كل العلاجات الثانية يعني خلص بيطبقوا كيف إحنا حكينا عن الـ third rationale إنه خلص ما بتعالج أي مرض ثاني الأغلب قاعدين بيعملوا إنه ما بيطبقوا أبدا يعني ما بيأخذوا الراشنال الأولى والثاني خلص لأنه فعليه ما حدش عارف إيش شو السبب اللي وراء الـ DNR تمام يعني هون بيحكي لك الصح إنه اللي حكيناه فوق إنه لأنه إحنا ما بنقدر نميز فلازم إحنا نفرق بين ثري راشنال وما بنقدر نعمل الـ DNR على كل شي هون بيحكي لك إنه لازم يكون في عندي مجموعة من الـ options أو treatment options جنب بـ CPR هكمكم خلصنا يعني أتمنى أكون وضحت يعني هذا آخر موضوع صدقا أنا مش فهم شو بده صراحة فما لش يعني يا جماعة الخير عدرونا على طالع عدرونا على قصور أتمنى أكون وضحت المحاضرة كويس ذرونا على طول المحاضرة يعطيكم العافية جماعة الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته